اطلاقوا المرحلة الأولى لمشروع منجم الحديد بغرج بلاد بتندوف وهو المشروع الذي يتضمن ثلاثة مراحل إلى غاية 2025 لضمان إمداد مصانع الحديد والصلب الوطنية بالمدى الخام والتصدير عبر ميناء مستغنم مشروع غرج بلاد هو مشروع الحديد لغرج بلاد مشروع مهم وهو يحتوي على مخزون هام بالنسبة لخام الحديد وهو أكثر من ثلاث ملايين طن كمخزون وكمرحلة الأولى بالنسبة لغرج بلاد غرب هو حوالي مخزون 1.7 مليار طن في هذه المنطقة وهو على ثلاث مراحل رح يكون استغلاله على ثلاث مراحل في منطقة غرج بلاد تكلفة الاستثمار حسب التقديرات الأولية تفوق ملياري دولار في الوقت الذي يصل فيه مخزون غرج بلاد إلى أكثر من ثلاثة مليار طن مشروع استراتيجي سيعتمد على مشاريع الطاقات المتجددة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة مشروع طبقه فيه التقنيات وكذلك التقنيات الحديثة واستعمال الطاقات المتجددة والطاقات الحديثة وهذا راجع للموقع غرج بلاد لبعيدة كثير على كل الشبكات الكهربائية وبعيد على التغطية كذلك من الطاقات الكهرباء والغاز فلهذا استعملنا الطاقات المتجددة لهذا المشروع ويكون فيه تنمية مستدامة ويكون فيه كذلك استعمال التقنيات الحديثة هذا لا يعني أننا لا نطور كذلك الهياكل الأخرى القاعدية اللي راح تجي مع هذا المشروع ومن أهمها هو هي الشبكة الحديدية يعني السكة الحديدية مشروع غرج بلاد بيتندوف فرصة حقيقية للنهوض باقتصاد المنطقة من خلال توفير الألاف من مناصب الشغل ومشروع تسعى كذلك من خلاله الجزائر للاستغناء عن استراد مادة خام الحديد المستعملة في صنع الحديد ترجمة نانسي قنقر